في سبع بانت بين الأول والسابع الكراسة الموسيكية دي لسه هتفضل لحد يعني هو لسه فاضل حوالي سبع مبارد مش هنقول من الأول ومن التاني دلوقتي ليه لسه لسه هيلعب بعض يعني المبرارة بتاع تودي ديجلة وحرس عدود الفريتين الوحيدين اللي ما تغلبوش يعني دي برضو ايه انت ممكن تقول ايه المبرارة تخلص تعادل ممكن توصل ليه تعادل يعني مثلا ايه هيبقى كل واحد اتنين وعشرين فهيبقى اربعة بنت لسه بدري المبرارات اللي جاية المبرارات صعبة جدا على الفرقة كلها لو جينا شفنا الجدول بتاع المبرارات اللي جاية القادمة لسبوع القادم صعبة يعني حرس عدودها اللعب السكة غز المحلة هتلاعب ودي ديجلة يعني الفرق اللي بتنافس القناة هيلعب لفينة الفرق اللي هم اللي فوق بتروها صوت هيلعب بقير احنا بنتكلم في الفرق يعني يمكن اسهلهم شوية بترو جيت هيلعب خارج ملعبه مع النجوم اللي هو المتصدر المبرارات صعبة مفيش موتش سهل يعني مش عايزين نقول ايه مش عايزين نفسخ بحق برضو الفرق اللي هي اللي تحت اللي هي النصر التعديل والمقصصة والنجوم دول مدعموش كويس احنا كنا نتكلم في الاول ان دول جابوا لعيبة كويس لعيبة على قد مستوى اللي حدث اللي هو اللي اقوى دوري حصل من ساعة الدوريات ما بدأت اللي هو المحترفين لان انت جمعت افضل افضل عشرين فرقة من التلات مجميع فطبعا لما الفرقة دي تتجمع في مجموعة واحدة من مجموعة قوية احنا كنا قلنا ايه هنبقى زي الدوري الممتاز التاني فعلا ودي حصلت مباراة جميلة حتى لما بتيجي المباراة تتزاع كلنا بنوعه تتفرق بنتمتع يعني فيه مباراة بتخلص ثلاثة اتنين فيه مباراة اربعة اربعة تلاتة يعني مباراة جميلة فيه اهدف كتير فده الاستمتاع بتاع الدوري دوت هو الظلم زي ما احنا كنا منقوله ان في الدور التاني بقى او المرحلة التانية انت هتحسبها هتعملها ازاي هتتعمل ازاي انت اللي لعب الفرق اللي هي الكبيرة اللي عبت اصبعت على ملعب الخصم هل هو هيتغير ويلعب العكس ولا فيه قرعة تانية اللي انا عارفه ان فيه قرعة تانية هيبقى فرضوا فيها هتبقى ظلم شوية لفرق لكن احنا قلنا ايه السنة دي سنة سنسنقية بس دور المحترفين ممتع انا شايف ان هو دور ممتع ودور جميل وخلق مدربين كتير اوي زهر مدربين كتير اوي زهر لعيبة كتير اوي تمشي في الممتاز وفي مدربين السنة الجانة ولا قوم المحترفين ممكن تمسك دور الممتاز طبعا طبعا لان الدور ده صعب يعني قريب من الدور الممتاز فانت بتيسع ده على الدور الممتاز لا يعني ان شاء الله هيظهر مدربين كتير اوي السنة اللي جاء ان شاء الله ولعيبة كتير تظهر للدور الممتاز بإذن الله طيب سيد احمد هل ممكن احنا نحدد العشر اندية اللي هتنافس العشر أندية على الصعود والعشر أندية على الهبوط ولا لسه شوية لا صعب يا دكتور انت قلت لي كلمة قبل الحلقة وهي فعلا ديت انا قلتها كيف كان في الإزاعة من يومين انت قلت الضر الأول حينتهي وحيبقى الفارق ثلاثة البعض أو على أقل خمس ستة بنت بين الأول والأخير وهو فعلا ده اللي حياتي لكن المشكلة والصعوبة فيه بقى يا دكتور المشكلة والصعوبة في الأندية اللي بتنفس على الهبوط لأن المشاكل اللي عندها مادية مش مشاكل ايه مش مشاكل فنية لأ يعني عندك التعديل وقوالة لعيبة برضو المقصة وقوالة لعيبة برضو وقوالة لعيبة ليه عشان ما فيش صرف انت ما بتجيبش اللعيب اللي هو القوالة العالي بتاع المرحلة دي يعني الأندية بص دكتور التعديل المقصة شبين مكادي